موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام و أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي حديث الساحلة في خضم المستجدات المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية والجهود التي تبذل على المستوى الرسمي نتساءل في الجزء الأول من هذه الحلقة عن الضور الذي تقوم به الهيئة السياسية والمدنية ببلادنا للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في إطار ما يعرف بالديبلوماسية الموازية نزاع الصحراء والموقف الجزائري المعادن عكس سلبا على اتحاد المغرب العربي الذي يظل تكتلا جامدا وعاجزا عن تحقيق حلم شعوب المنطقة التي تؤدي الثمن باهضا في نهاية المطافة ما حجم خسارة البلدان المغربية من تجميد هياكل الاتحاد المغربية كيف تتعاطى الدبلوماسية الموازية في المغرب مع حالة الجمود التي يعيشها الاتحاد المغربية كيف تفاعلت الهيئة السياسية والمدنية مع الدعوة الملكية الأخيرة إلى فتح حوار مباشر مع الجزائر أسئلة من ضمن أخرى أطرحها على ضيفي الكريمين سعيد باستاذ دريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياد بمراكش وأنتم أيضا رئيس منظمة العمل المغربية أهلا بك أستاذ الكريم أهلا وسهلا كما يسعدني أن أصديف الأستاذ الحسين عبوشي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياد بمراكش مساء الخير أستاذ الكريم أهلا بكم في هذا النقاش كلفة المغرب منطق التاريخ والجغرافية والمصالح وحسابات السياسة سنقارب هذا المحور بعد متابعة هذه شاشة التفاعلية أهلا بكم تعد الوحدة المغاربية مطلبا شعبيا أصيلا آمنت به النخب السياسية في الدول المغاربية منذ فترة الاستعمار وحاولت تجسيده منذ خمسينيات القرن الماضي ويعد مؤتمر طنجة الذي انعقد في أبريل عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين لبنة أساسية في هذا المصار وجمع هذا المؤتمر ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائري والحزب الدستوري التونسي وبعيد إعلان استقلال باقي الدول المغاربية جرى عام الف وتسعمائة وأربعة وستين إحداث اللجنة الاستشارية للمغرب العربي بهدف دراسة مجمل القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وتقديم التوصيات بشأنها مساعي تحقيق الوحدة المغاربية ستعرف دفعة قوية في يونيو من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين حينها اجتمع قادة دول المغرب العربي بمدينة زيرالدا في الجزائر وتوجت هذه القمة بإصدار بيان أكد عزم قادة الدول المغاربية على إقامة اتحاد بينها وبعد أشهر من هذا الاجتماع أعلن في مدينة مراكش عن قيام اتحاد المغرب العربي في السابع عشر من فبراير الف وتسعمائة وتسعة وثمانين ووقع قادة المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي معاهدة مراكش حددت أهداف الاتحاد في توثيق أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء وتحقيق تقدم منشمعاتها والمساهمة في صيانة السلام وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بين الدول المغاربية أهداف بقيت حبرا على ورق متأثرة بتباعد أجندات الدول الأعضاء ولسيما الخلافات بين المغرب والجزائر والتي لازلت الحدود البرية بينهما مغلقة منذ ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين واقع بدل المغرب إلى محاولة تغييره في أكثر من مرة ولعلى آخر تلك المبادرات تأكيد الملك محمد السادس في نوامبر الماضي استعداد المملكة لإجراء حوار مباشر وصريح مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الضرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين وهي المبادرة التي ما زالت لم تلقى لحد الآن أي رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية الشاشة التفاعلية من إعداد الزميل محمد مجدوبي أبدأ معك أستاذ لغريني بعد نحو شهر كما جاء في الشاشة التفاعلية تحديدا في السبع عشر من فبراير سيكون مرة على إعلان ميلاد اتحاد المغرب العربي نحو تسعة وعشرين عاما الأمل قبل تسعة وعشرين عاما والطموح كان كبيرين في النهاية هيكل فارغ عاجز لا يعكس طموحات شعوب المنطقة هل هناك من أمل هل لا زال هناك أمل من أجل إحياء هذا التكتل؟ هو فعلا إحداث الاتحاد المغاربي سنة 1989 سبقته مجموعة من التدبير والاجتماعات التي ركمها رواد الحركة الوطنية في المنطقة المغاربية كانت هناك اجتماعات في القاهرة في طنجة قبل أن تفرز معاهدة مراكش وهذه المعادة جاءت في ظرفية متميزة في أعقاب بداية نهاية الحرب الباردة كان هناك كذلك توجه نحو التكتل على المستوى العالمي وبطبيعة الحال هذه المبادرة لقيت ترحيبا وطموحات واسعة بالنظر أولا إلى أن المنطقة المغاربية تتوفر على مشترك ثقافي حضاري اقتصادي اجتماعي إلى غير ذلك ومن ناحية تانية هناك كذلك مقومات مقومات كبيرة جدا على مستوى الامتداد الجغرافي على المستوى الخيرات الطبيعية على مستوى المكون البشري على مستوى الروابط التاريخية إلى غير ذلك حقيقة أن هذه الطموحات ستتحول تحت محق التدبير على امتداد أكثر حوالي ثلاثة عقود إلى قدر من الإحباط إن صح التعبير لماذا؟ لأنه إلى حدود الساعة تعتبر المنطقة المغاربية أقل تفاعلا وأقل دينامية على المستوى الاقتصادي والتجاري حتى على المستوى الإفريقي مقارنة بتكتلات حديثة ظهرت في إفريقيا أو على المستوى العالمي رغم هذه المقومات التي تحدثنا عنها مع العلم أن عالم اليوم هو عالم التكتل بامتياز والنقطة الثانية هو أن القوة في عالم اليوم لا تتأتى من تلاكك لعناصرها بل تتأتى من حسن توظيفك لهذه العناصر القوة وبالتالي حقيقة أنه اليوم ربما هناك سوء تقدير وهناك كذلك عدم استثمار هذه المقومات لكن أعتقد بأن البناء المغاربي هذا رهان سيظل مطروحا هذا بناء بكل تأكيد سوف تستوعبه الأجيال القادمة وربما اليوم طبعا هناك أجيال أو هناك نخب تعي أهمية هذا البناء وتعي كذلك الإمكانيات التي يمكن أن يحققها بالنسبة للمنطقة على مستوى الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي على مستوى مواجهة التحديات المطروحة اليوم والتي لا تسائل أو لا تهدد منطقة بعينها أو دولة بعينها بقدر ما تسائل أو تهدد المنطقة برمتها ويمكنني أن أطرح هنا مجموعة من المخاطر سنطرح كلفة المغرب بمخاطرها الأمنية والاقتصادية والإنسانية أيضا في سياق هذا النقاش أستاذ عبوشي في نفس السياق بعد 29 عاما على ميلاد هذا التكتل المغاربي بالأرقام ستة اتفاقيات من أصل 31 فقط تم تفعيلها البقي بقي حبرا على ورق نخص بالذكر إنشاء سوق زراعية موحدة بطاقة هوية موحدة إزالة الحواجز الجمهورية بالطبع بعد 29 عاما رغم كل ما جرى الحلم لازال مشروعا على الأقل بالنسبة لشعوب المنطقة سؤالي ماذا كان سيكون وضع المنطقة المغاربية لو تم إنجاز ما تم الاتفاق عليه قبل 29 عاما نعم صحيح لأن الآن ما كان يمكن أن يقع لو كان هناك اتحاد مغاربي كنا سنكون أمام مساح أمام اتحاد مغاربي فيه تقريبا أكثر من 6 مليون كلمة مربع تقريبا 10 مليون نسمة دي الساكنة ودي المستهلكين تقريبا سنكون قوة اقتصادية من الدول العشرين داخل القوة الاقتصادية من منطلق أننا أن الاتحاد المغاربي يملك تقريبا 1-3-4% من احتياط النفط العالمي ومن احتياط الغاز الطبيعي و50% من احتياطي دي الفوسفات هذا بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والموقع الجيوسياسي بالإضافة إلى الغنى الذي يتميز به المغرب العربي على المستوى الموارد البشرية على المستوى الثقافة ومستوى السياحة يعني كنا سنكون الآن ضمن الدول العشرين الأقوى في العالم ولكن للأسف الحلم طبع لا زال قائما والدليل على ذلك أنا صاحب جلالة في الخطاب الأخير دع الجزائر إلى حوار مباشر من أجل إعادة هذا الحلم المغاربي خصوصا وهذا المنطلقة وهذه الدعوة هي دعوة مؤسسة دستورية لأن الدباجة تصدير دستور المغربي تتأكد في الدباجة في تصدير دستور على أن هذا خيار استراتيجي بنسبة للمغرب هناك بند في الدباجة دستور تؤكد على أن اتحاد المغاربي هو خيار استراتيجي بنسبة للدولة المغربية وكذلك حتى الخطاب دي الشراحي بجلالة كلها تتأكد على أن اتحاد المغاربي ليس فقط خيار تاكسيكي بل هو خيار استراتيجي من منطلق الوعي المتقدم من منطلق الدكاء الجماعي للمغاربة بأن الاتحاد المغاربي وبأن قوة المغربية من قوة الاتحاد المغاربي وابتلي ما يفسر هذه الدعوة الآن الوضع الآن لا شيء من هذا تحقق لا شيء من هذا الحلم قد تحققه إلى حدود ساعة يعني السوق العربية والسوق المغاربي المشتركة لم تتحقق الاتحاد الجمهوري لم يتحقق هذه كلها كانت أجندا يعني في التسعينيات كان فروض تفعيل الاتحاد الجمهوري كان فروض رفع الحواجز الجمهورية كان فروض يعني إعادة هيكلة مجموعة من المؤسسات الواردة في المتاق التأسيسي ولكن كل ذلك توقفة لإضافة إلى تقريبا أكثر من 31 أو 36 انتفاقية لم يتم مصدقة إلا على 6 أو 5 ولم يتم تفعيل حتى هذه الاتفاقية الموجودة يعني أن الآن الاتحاد المغارب العربي هو في عطالة وموجود بعض المؤسسات الأمان العامة وبعض الهياكل دياله موجودة علما بأن هياكل أخرى لم يتم تفعيلها من قبل مزليس الشورى من قبل الهيئة القضائية من قبل الجنة المتابعة جمع من الهياكل على المستوى المؤسسات مجمدة على المستوى السياسي الحاصلة السياسية أن هناك فراغ يعني أن مجلس الرئاسة لم ينعاقض تقريبا إلا 4 أو 5 مرات يعني لم ينعاقض مجلس الرئاسة يعني أن هذا تقريبا أمام شبه أمام هيكل فارغ من محتوى ولكن كما قلت الأمل لا زال المستقبل طب على المستوى عندما نتكون بصدد الحديث عن الدول وعن منظومات الدولاتية وعن الانتحادات الإقليمية وعن الانتحادات دولية تائما الأمل لا زال المستقبل وتزرب أستاذ عبوشي وأنتقل إلى الأستاذ لغريني على المستوى المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى المفترض أن الاقتصاد هو الذي يحدد مصار السياسية في كثير من التجارب بما فيها الانتحاد الأوروبي النموذج الأقرب إلينا في المنطقة المغربية العكسة الذي حصل بمعنى المعيق السياسي أو السياسات المتبعية التي أعاقت هذا الاندماج الاقتصادي وفي النهاية المطاف كما قلت في التصدير هذه الحلقة الشعوب هي التي تؤدي الثمن وفعلا في التجربة الأوروبية وهي تجربة رائدة الاتحاد الأوروبي اليوم هو يشكل تجربة رائدة على المستوى التكتل هو تجربة بدأت أولا متدرجة ركزت على العنصر الاقتصادي وطبعا كلنا يعرف بأن الجانب الاقتصادي أو تشبيك العلاقة الاقتصادية بما تعنيه من مصالح مختلفة هي كفيلة أولا بطير خلافات يمكننا أن نستحضر هنا الخلاف التاريخي بين ألمانيا وفرنسا الذي طبعا تراجع أمام زخم المبادلات والعلاقات الاقتصادية والتجارية ولكن لا ننسى أيضا هناك عاملا مهما آخر وهو العامل عامل الديمقراطية لا ننسى بأن الاتحاد الأوروبي جاء نتاج ممارسة ديمقراطية خاصة وأنه جاء في أعقاب خروج الدول الأوروبية من حربين عالميتين دمارتها جزءا كبيرا من أوروبا وكانت هناك الكثير من التجارب الديمقراطية المهمة في هذه المرحلة أكثر من ذلك أصبح الاتحاد الأوروبي نفسه يرسخ هذه الممارسة الديمقراطية من خلال اشتراط مجموعة من الشروط على الدول التي ترغب في الانضمام في مجال حق الإنسان في مجال الديمقراطية لاحظناها في أوروبا الشرقية بعض الدول التي انضمت هناك مشروطيات ولاحظنا كذلك أن بعض الدول اليوم يعني يتم مرفض طلابها تحت ذرائع أنها لم تحترم حق الإنسان أو أنها لم تستكمل يعني مجموعة من المؤسسات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية بالعودة إلى المنطقة المغاربية لن ننسى أن المتاق المؤسس هو كرسة ربما تلك الأحادية في اتخاذ القرار على مستوى القمة وكرسة كذلك ما يسمى بالإجماع في اتخاذ القرار وهذا طبعا منطق غير ديمقراطي أي أنه المتاق بحاجة إلى مراجعة حتى يمكن كما قال الأستاذ أن يتم تفعيل الاتفاقيات وإعطاء نوع من الزخم على مستوى اتخاذ القرار اليوم الاتحاد المغاربي حقيقة أن هناك إشكالات كثيرة مطروحة ولكن من بين الإشكالات العميقة التي تعمق لمشكلة هو المطاق أو الاتفاقية نفسها المؤطرة لعمل الاتحاد ولكن طبعا أعود إلى الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي مهم جدا وأعتقد بأن المراهنة على هذا الجانب أي تشبيك العلاقات الاقتصادية خيرات الفاعل الاقتصادي من مقاولات ومستثمرين ومرور رسمين بشكل أعتقد بأنه أولا سيسمح بتجاوز هذه الكلفة الخطيرة التي على المستوى الاقتصادي يعني اليوم مع الأسف الدول المغاربية تفقد يعني إمكانيات باهضة على المستوى الاقتصادي بالأرقام حسب التقارير والأرقام المتوفرة الأرقام بالطبع صادمة نخسر كشعوب مغاربية كمنطقة مغاربية عشرة ملاير دولار سنويا أي ما يعادل من 2 إلى 5% من النتيج الداخلي الخام لشعوب المنطقة حسب نفس التقارير وجود اتحاد مغاربي كان سيمكن دول الاتحاد من ربح تقريبا خمس نقاط في نتيجها الداخلي الخام مفترض أن هذه الأرقام توحد وتجمع الدول التي يعني تعادي بعضها البعض فما بالك بدول يعني مشتركة في التاريخ والحاضر والمستقبل أود أن أضيف مسألة الأخرى حتى على مستوى التفاوض يعني لن ننسى اليوم أننا كدول مغاربية تربطنا علاقات مع مجموعة من القوى الاقتصادي الدولي كالاتحاد الأوروبي معنا على سبيل المثال يعني اليوم الاتحاد الأوروبي ويفاوضنا أو يفاوض كل دولة مغاربية على حدى ولكن يفاوضها كتكتل كمجموعة من الدول في حين أن الدول المغاربية تفاوضها كدولة مع العلم أن الدول المغاربية تملك من الإمكانيات والمقومات ما يجعلها قادرة على أن تكسب الكثير من الفرص إذا ما استحضرت هذا البعد التكتل والتنسيقي أستاذ أبو شميخص هذه الأرقام ما هي في الحقيقة أرقام صادمة وهناك أرقام كثيرة يعني هناك دراسات علمية قام بها المنك الدولي وقام بها صندوق النق الدولي وهناك مجموعة من الدراسات التي لم يجعل الحديث عنها حتى نتقل على المشاهد الكريم يعني قام مولها الاتحاد الأوروبي وهي أرقام صادمة يعني هذه الأرقام ممكن نضيف لها مثلا توقف العلاقات تبدل التجاري الداخلي يعني أنه لا يتجاوز 3% العلاقات التجارية البينية بين الدول المغاربية لا تتجاوز 3% ولو في الاتحاد الأوروبي تقريبا أكثر من 60% مبادلة تجارية مثلا في دول في صادك غاديل 15% في سيداو غاديل 11% في دول جنوب شرق آسيا غاديل 23% وبالغضاء الأرقام دائما حسب نفس التقارير هناك التقارير تتحدث على إمكانية تخفير نسبة البطالة في المنطقة المغربية إلى 5% يعني الرقم الذي أشرت إليه ديال البنك الدولي الذي يؤكد بأن هذه الدول تفقد بين نقطة إلى نقطة من نسبة النمو كل نقطة من نسبة النمو تعاديل كم؟ تعاديل 120 ألف منصب شغل تفقده الدول العربية وإلى فقد نجوج نقطة من نسبة النمو كان 240 ألف منصب شغل يعني أننا أولا نضيع فرصة دي لأننا نكون بين الدول العشرين القوية في العالم تنضيع فرصة أن هذه المشاكيات هل كان في الاتحاد المغرب العربي تم الحل لها عن طريق الحوار وابتلف هذه فرص دائعة كثيرة جدا والذي تسبب في هذه الفرص دائعة سيتحمل مسؤوليته أمام التاريخ في المستقبل التاريخ لا يرحم في المستقبل لأن الدول التي تعوق هذه نحن نعرف مثلا وضعيات دول مثلا مثل ليبيا التي لازم لم تؤسس دولة فيها مشكلة لبناء الدولة مثلا المشكلة المشاكل الموجودة في تونس وكذلك حتى بنسبة المشاكل الموجودة في الجزائر ولكن الآن هناك مبادرة للحوار المباشر بينها لأن المشكل الرئيس لست أنا الذي أقوله هذا بالقارة دي المجلس الأمن الأخير حول الملف القادية الوطنية في إشارة إلى أن الحل السلمي المنازع المشكل الموجود والدعوة إلى أن الاتحاد المغرب العربي والوجود هذا الاتحاد المغرب العربي من شأنه أنه يحقق الأمن والاستقرار وفرص الشغل هذا القارة دي المجلس الأمن الأخير بالإضافة إلى التقارة دي البنك الدوري لاغارد في تقديمها لتوقعات الاقتصادية العالمية أشارت إلى هذه النقطة أن غلق الحدود بين المغرب والجزائر نعكس سلبا على الاتحاد المغرب العربي من منطلق أن هذا الفتح الحدود ممكنه أن يزيل الجمود ويدفع الاتحاد المغرب العربي إلى الوحدة وينعيش هذا الاتحاد المغرب العربي وابتلي هذه فرص ضائعة يعني أعتبر بأنه وأقولها بشكل مباشر أن عدم استجابة الجزائر لدعوة صاحب الجلال فيها واحدة المسؤولية تاريخية كبيرة والدليل أن كل المنتظمات الدولية وكل الدول العظمى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا أشدت بهذه الدعوة لأن هذه الدعوة صريحة للحوار ما الذي يمنع الجزائر من أن تدخل في حوار مغرب من أجل إعادة بناء اتحاد المغاربي إذا لم تكن معنية كما تقول بالقضية القضية دي الصحراء ما الذي يمنعها على أن تدخل في هذا الحوار وتؤسس لجيل جديد من العلاقات مع المغرب من منطلقات على أسس جديدة وعلى مؤسسات جديدة وخصوصا أننا الجزائر رغم أننا من حيث النتيج الداخلي الخام على المستوى المغاربي هي الأكثر ارتبائية ولكن هناك مشاكل أخرى مؤسساتية ودولتية وسياسية يعني أن المحدد السياسي هنا يلعب دورا كبير أكيد طيب ماذا عن الكلفة الأمنية أستاذ لغريني هناك تحديات كبيرة وضخمة الهجرة الأرهاب يعني الجريمة المنظمة العابرة للحدود مقابل ضعف وحتى نقول ربما بين المغرب والجزائر عدام التنصيق الأمني أمام ضخمة هذه التحديات وفعلا الموقع المنطقة المغاربية أو الدول المغربية هو موقع استراتيجي يجعله في تفاعل مستمر مع مجموعة من القضايا والأحداث والمخاطر الدولية العابرة للحدود يمكننا أن نتحدث هنا عن ظاهرة الإرهاب ظاهرة الإرهاب التي تنامت في المنطقة المغربية ولازالت مرشحة للتنامي خصوصا مع التضييقات التي طالت تنظيمات إرهابية في العراق وفي سوريا داعش على سبيل المثال والتي أصبحت تبحث عن بعض الفضاءات المرتبكة أو المأزومة لكي تستقر فيها وكلنا يعرف ما يجري في ليبيا والارتباكات الأمنية التي تعرفها منذ سنوات فهذا مشكل المشكل الثاني هو مشكل الهجرة الهجرة السرية اليوم هي ظاهرة أصبحت تؤرق ليس فقط الدول المستقبلة بل حتى الدول المصدرة والدول التي هي في مقع عبوع وبالتالي الدول المغربية هي معنية بشكل كبير بظاهرة الهجرة لكن على المستوى التعاطي مع الظاهرة لا زال هناك قدر كبير من الانفرادية في التعاطي مع هذه الظاهرة لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للجزائر ولا بالنسبة لليبيا ولا تونس وبالتالي هذا يفوت على المنطقة كسب نوع من المقاربة الناجعة علم أن الحدود الوحيدة الآمنة بالنسبة للجزائر هي الحدود مع المغرب فعلا وبالتالي بالإضافة إلى هذا كذلك الوضع في ليبيا الوضع في ليبيا أعتقد أن الاستقرار في ليبيا لم يعد رهانا ليبيا بقدر ما أضحى كذلك رهانا مغاربيا ألم يعقد هذا الحلم المغاربي فعلا لأنه تأخر الفاعل الليبي عن بلورة حل في إطار من التوافق في إطار من تجاوز المشاكل التي أصبحت الآن خطيرة وعلمة هذا طبعا يفتح الباب أمام إصراعيه بالنسبة لقوى أجنبية ونتمنى أن لا تتكرر التجربة السورية في ليبيا على اعتبار أن الحل في سوريا الآن لم يعد بيد السوريين بل أصبح بحاجة لأنها مر عبر أقتراف أخرى كلنا يعرفوا هذا الأمر بالنسبة للحالة السورية طبعا نستحضر الاتفاق السخيرات هو اتفاق مهم جدا ولكن نحن بحاجتنا اليوم إلى موقف مغاربي إلى تصور مغاربي يستحضر المصالح الحقيقية للمنطقة ويستحضر استقرار ليبيا لأنه لا يمكننا أن نراهن على بناء اتحاد مغاربي مع وجود منطقة جريحة ومنطقة تعيش هذه الارتباكات ثم أيضا يمكنني أن أقول يعني كخلاصة في هذا أن كل هذه التحديات وهذه المخاطر كلها تفرد التنسيق لأنها مخاطر عبر للحدود لا تسائل دولة بعينها هي تسائل الجميع ولو بالمنطق البراغماتي المصلحي ولا يمكن للتدابير الداخلية كيفما كانت أن تكون ناجعة إذا لم تكن مقارنة بتدابير على قدر كبير من التنسيق والتعاون فلهذا مع الأسف بقاء هذه المقاربات الانفرادية الطاغية بكل تأكيد هي تكلف المنطقة وتستدعي كما قلت استحضار المصالح المغاربية بشكل كبير طيب هناك كلفة اقتصادية وأمنية ولكن أيضا هناك كلفة إنسانية أو لا إنسانية إن صح التعبير عائلات مشتتة حدود مغلقة يعني كيف يمكن يعني إحياء هذا الحلم أن يعني يساهم في ربما حل مشاكل إنسانية بالآلاف ربما نعم كما أشار جلالة الملك في خطابه الذي دعا في الجزائر للحوار يعني أكد على أن هناك أسر مغربية مشتركة يعني مسدين مصهرة والجزائر نحن نشتركه معها ليس فقط في التاريخ والثقافة والحضارة والمشترك بل حتى في المطبخ في الأغاني في الموسيقى في الفن يعني الشعب الجزائري وإحنا كمنا بزيارات كثيرة للجزائر يعني هناك علاقات وشائج كبيرة مشترك هناك مشترك ثقافي وروحي ورمزي نحن نفس المذهب نفس التوجه نفس العادات نفس التقاليد ولكن هذا الكلفة لا إنسانية لصحة هذا التعبير كلفة لا مغرب على المستوى الانسانية كلفة باهظة كلفة باهظة من ثلاثة زوايا الزوايا المناطق الحدودية الموجودة بالمغرب والجزائر يعني هناك معاناة كبيرة المستفيدين الكبار هناك هم المهربون يعني هذه المناطق الحدودة يعني فيها معاناة كبيرة جدا وهذا بالإشارة إلى تتقاري لصندوق النقد الدولي بخصوص هذه المنطقة الحدودية من المناطق التي يعاني سكانها هذا على المستوى الاقتصادي ونعكاسه على الساكنة. على المستوى الإنساني لا يعقل دولتان جارتان يوجد بينهما أكثر من عنصر يجمع بينهما ولكن هناك تفريقة. لماذا؟ لأن الأسباب السياسية أحيانا أسباب وهمية مختلقة وعلى أساس أساطير بنها المخيال القادة الجزائرين بخصوص المغرب. وبالتالي أعتقد أن هذه الكلفة على المستوى الإنساني هي كلفة باهضة تضيع فرص كثيرة. ليس فقط عندما تكلمنا عن حدود بين المغرب والجزائرين ولكن حتى على بنسبة الحدود بين ليبيا وبين تونس وبين هاتين الدولتين التي نعرف الوضعية الآن في ليبيا. أعتقد لو كان هناك اتحاد مغرب عربي قوي هذا على المستوى الاحتمالات المستقبلية لا تمكننا على الأقل من احتواء المشكل الليبي الذي الآن توزعت دماؤه بين القبائل ها باليرمو ها لقاء إيطاليا ها لقاء باريز ها لقاء أبو ضبي وحل كان يمكن أن يكون مغربيا بالدرجة الأولى وحل زال مغربيا لأن حتى اللقاءات التي تمت في إيطاليا وفي فرنسا وفي أبو ضبي هي لقاءات تعتمد الوثيقة للسخيرات التي حاول البعض لأنها مبنية على العديد من الأساس المرتبطة بالأمم المتحدة ونقطة القوة للاتفاقية والاتفاق السخيرات هو أنه أشارك كل المكونات وكل العناصر الفاعلين وكان برعاية أممية وابتلي له نوع من الشرعية وهو الذي يتم معتمده في كل هذه اللقاءات وابتلي علما أعتقد حتى أخر أن الكلفة على المستوى الإنساني وعلى المستوى هذا الجانب المرتبط بالحقوق الإنسان وبالحقوق تنقل كذلك أنه في مصب الحرية تجول وتنقل المواطن المغاربي خصوصا بين المغرب والجزائر يعني أن غلق الحدود له نعكاسات سلبية كثيرة جدا وغياب المغرب العربي وغياب اتحاد المغاربي نحن حتى في الدستور نتكلم عن اتحاد المغاربي أن الاستحضار المغرب قدم مقترحا في هذا السياق طبعا هيئتنا السياسية بالمنطقة المغربية بالمغرب والمدنية أيضا ماذا يمكن أن تقدم من أجل حل أو حل حالة مثل هذه المشاكل وإحياء الحلم المغاربي سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في برنامجكم الأسبوعي حديث ساحل والذي نخصصه أو خصصنا جزءه الأول للحديث عن كلفة المغرب وسنخصص جزءه الثاني للحديث عن أدوار الدبلوماسية الموازية في إنجاح الحلم المغربي ولكن أيضا في الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية أستاذ جريني مفهوم واسع يعني ذاك الذي يندرج في إطاره مفهومة الدبلوماسية الموازية يشمل مجالات متعددة وواسعة يعني أريد في هذا الجزء أن أركز على الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية ببلادنا إلى أي مدى استطعت هذه الدبلوماسية الموازية أن تواكب المجهودات التي تبذل على المستوى الرسمي ودعني في البداية أضع المشاهد أمام مفهوم الدبلوماسية الموازية الدبلوماسية الموازية هي مفهوم جديد طبعا فرضته التطورات المجتمعية والتحولات السياسية التي أصبحت تفرض عقلنات ودمقرطة إن صحت تعبير هذه الدبلوماسية من خلال إشراك مجموعة من الفاعلين في دعمها وطبعا عندما نتحدث عن الدبلوماسية هي شأن سيادي تمارسه مجموعة من القنوات الرسمية رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، وزراء خارجية الهيئات الدبلوماسية إلى غير ذلك ولكن طبعا هذه الدبلوماسية كما قمت تطورت وظهرت إلى جانبها ما يسمى بالدبلوماسية الموازية الدبلوماسية الموازية هي دبلوماسية داعمة هي أيضا دبلوماسية توفر شروط تعميق تحرك الفاعل الرئيسي وهي أيضا تعطي للفاعل الرئيسي هامشا مريحا للتحرك وتعمق طبعا القرارات المتخدة في إطار طبعا من احترام الثوابت ومحددات السياسة الخارجية للدول بمعنى هي سياسة خارجية من درجة ثانية إن صح التعبير لا يمكننا أن نقول من درجة ثانية ولكن هي طبعا يفترض دائما أن تستحضر طبعا توجهات السياسة الخارجية للدولة لا تشتغل خارجها في إطارها الجانب الثاني هو أن الدبلوماسية في عالم اليوم هي لم تعد فقط مرتبطة بتلك المهام التقليدية الدبلوماسية في عالم اليوم هي فن بالإضافة لكونها علم وتستفترض استحضار البعد القانوني والتكوين إن العمل الدبلوماسي ليس أمرا سهلا ويفترض تكوينا مستمرا هي فن وطبعا أصبحت اليوم تستأثير بمهام أخرى مرتبطة بتدبير الأزمات بالمساهمة في تحقيق السلم الأمن الدوليين مرتبطة كذلك بجلب الاستثمارات أي استحضار البعد المصلحي والبعد الاقتصادي في التحرك وعندما نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية مثلا الدبلوماسية البرلمانية هي جاءت كذلك في سياق تطور مهام البرلمان لأن المهام التقليدية طبعا معروفة تشريع ورقابة ورقابة وسن السياسات العمومية بالإضافة إلى المساهمة في السياسة الخارجية طبعا الدستور المغربي كلنا يعرف بأنه جاء بمجموعة من المستجدات على مستوى فتح مجال أوسع بالنسبة لمجال الاتفاقيات بالنسبة لمساهمة البرلمان في المصادقة على الاتفاقيات وكذلك أعطى كذلك للبند العاشر من الدستور أو الفصل العاشر أعطى كذلك مهام للمعارضة في هذا الشأن فعندما نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية طبعا هي كذلك تأتي في سياق لأنها تشابك العلاقات الدولية وتعقد القضايا وتعقد المشاكل في مستوى هذه التحديات وتعقد المشاكل عفوا أصبحت تفرض استحضار هذه التشاركية وحتى الدستور عندما تحدث عن المقاربة التشاركية أعتقد بأن هذه التشاركية يستحضر فيها بالإضافة إلى الشأن الداخلي حتى الشأن الخارجي بالنسبة للبرلمان دعني أكون صريحا معك في هذا الفيان هذا هو المطلوب حقيقة أنه تقييم أداء البرلمان لا ينبغي أن يستحضر الجانب التحرك فقط يعني كتافة التحرك بقدر ما ينبغي أن يستحضر المرضودية والفعالية والنجاعة أعتقد أن الدبلوماسية البرلمانية ما زالت بحاجة إلى تفعيل أكثر على مستوى التكوين لأن كما قلت لك الدبلوماسية ليست مجرد سفريات ولقاءات تفترض كذلك المرافعة تفترض استحضار تفاول النورة هذه الدبلوماسية فيما بعد قبل ذلك أريد أن أخذ أستاذ عبوشي نموذج هذا المستجد الذي عاشت على إقاعه المنطقة المغربية بأخرا من خلال الدعوة الملكية إلى الجزائر من أجل فتح يعني باب الحوار والتشاور مع الجزائر كيف تقيمون التحركات التي قامت بها بعض أحزابنا في إطار هذه الدبلوماسية الموازية من أجل إنجاح هذه المبادرة نعم تعني فقط أستاذ يوسف أضيف فقط فكرة إلى زميلي فيما يتعلقوا بديبلوماسية الموازية حتى تتضح الصورة أكبر حتى تتضح الصورة بشكل هي ديبلوماسية هناك من يسميها بديبلوماسية العميقة ديبلوماسية التي توازي الدبلوماسية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية للدولة بمعنى آخر هي أنها أو ديبلوماسية الظل ديبلوماسية الظل أو ديبلوماسية العميقة لأننا نتكلم عن الدولة الموازية أو الدولة العميقة ولكن هي ديبلوماسية تسير بالموازات مع ما تسير إليه الدولة وهي التي بشكل مختصر التي مفروض كما أكد ذلك الخطاب ملكي في 2011 2013 يقرم بها الأحزاب والبرلمان والجماعات الترابية ومجتمع المدني والإعلام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجامعات كل مكونات المجتمع خصوصا في القضايا الكبرى ديل الدولة خصوصا في القضايا الكبرى ديل الدولة كاملا بمعنى آخر أن هذا العنصر هو أساسي يعني أن القضية الوطنية مثلا كما قال صاحب جلال ليس الملك البلاد هو المسؤوليته لوحده بل مسؤولية الجميع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين والنقابين مسؤولية الجميع هل تم التقاط هذا الخطاب أتذكره جيدا قبل السنوات؟ نعم هل تم التقاط مثلا منذ هذا الخطاب هل تم التقاط هذه الشارة؟ منذ 2013 وخطب أخرى كثيرة تطلب من الأحزاب والنقابة والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن نخارطوا في هذه المسألة هذا يحتاج إلى تقييم حقيقي لهذه المسألة نموذج الآن نموذج الآن كيف تفاعلت أحزابنا السياسية مع دعوات صاحب الجلالة؟ أنا كنت أتمنى دائما أن الأحزاب تكون لها المبادرة في العديد من المسائل ولكن ما كانت مشكلة عندما يتكلم أو عندما يخاطب رئيس الدولة الذي هو صاحب الجلالة ويعطي مجموعة من توجيهات ومجموعة من الأراء لا بأس الأحزاب أن تواكب هذه باعتبار أن رئيس الدولة هو التي يحدد السياسة المعالم الكبرى للسياسة الخارجية للدولة هو رئيس الدولة ومن هذا المنطلق مجموعة من الأحزاب قامت بمبادرات هناك من دون ذكر الأسماء من حاول أن يقوم بزيارة إلى الجزائر ومن حاول أن يستقطب مجموعة من الأحزاب ونعم أحزاب قاموا بالزيارة إلى الجزائر ولكن أعتقد في تقدير المتواضع هي مبادرات كانت محتشمة لأن الفعل الدبلوماسي الموازي يجب أن يكون فعلا أولا لكن هل البنية الحزبية مثلا في الجزائر تساعد على إجاح مثل هذه المبادرات أنا أسأل هل هناك بنية حزبية حتى يمكن أن تساعد مثل هذه المبادرات هناك نقاش في هذا المستوى ولكن بالنسبة لي في تصور المتواضع أن الفعل الدبلوماسي للأحزاب السياسية يجب أن يكون منظما موجها واعي بأهدافه يسير وفق استراتيجية محددة مسبقا على طول العام على طول السنة يكون هناك تصور وعندما أقول تصور واستراتيجية يعني فيها وسائل وفيها أهداف وفيها برامج وفيها تصورات وفيها أجندة نتكلم على صراحة كما تريد سيوس دائما أن نكون معك صراحة في البرامج يعني الطرف الآخر وزع العالم إلى مناطق حمراء وصفراء هذه المنطقة قمنا بالعمل فيها وهذه لم نقوم بالعمل فيها وهذه خاصة يجيبوا اختيارها وهذه مثلا العطني ومثلا دي السويد السويد يعني أني بغت تعترف بالبوليزة بالجمهورية الوهمية قمنا بحملة جيد جدا وأفشلنا الاعتراف ولكنها الأفشلنا الاختراق الذي تخترقه هذه العناصر لسويد لأن المناورات الخصوم لا تتوقف وبالتالي يجب أن تكون هناك استراتيجية استباقية ودائمة استراتيجية استباقية دائمة مفكر فيها وحاضرة يشي تكون ردود أفعال في الوقت الذي صاحب الجلل تقدمها الخطاب سيكون رد الفعل من بعد ولكن يجب إذا بغينا نخدمه القضية الوطنية يجب أن يكون هناك فعل ديبلوماسي موازي واعي مفكر فيه منضم موجه عنده ميزاني دي تمويل سنأتي إلى الميزاني لأنها نقطة مهمة أيضا الموارد البشرية والمادية طرح نقطة مهمة لماذا أو ما يعاب حتى لا أتبنى موقفا ما يعيبه بعض المراقبين على أحزابنا وهيئتنا السياسية والمدنية أنها لا تتحرك إلا إذا كان هناك خطر محدق أو كان هناك خطاب ملكي هل بالضرورة يجب على هذه الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية أم تنتظر الإشارة من فوق في الاتخابات التشريعية السابقة قمت ببحث بسيط نشرته في إحدى الوسائل الإعلام المغربية حول مكانت السياسة الخارجية المغربية في برامج الأحزاب ووجدت على أنه تكاد تغييب هاجس القضايا الخارجية للمغرب أو خطابات متشابهة أو إنشاء إن صحيح على مستوى جلبي الاستثمار على مستوى الدفاع عن قضية الوحدة الترابية على مستوى مواكبة السياسة الخارجية نحو المغربية نحو إفريقيا إلى غير ذلك هناك بعض الأحزاب أشارت ولكن إشارة عابرة دعني أقول على أن الأحزاب السياسية هل هو عدم وعي بأهمية وأدوار هذه الأحزاب بمجيب الدستور أم كما تقول الأحزاب هذا مجال محفوظ أولا الأحزاب السياسية هي مشتل مفترض لإعداد النخاء التي يفترض أن تتحمل مسؤوليتها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني على المستوى المحلي اليوم هناك الدبلوماسية المحلية هو مصطلح جديد ومصطلح أصبح اليوم مرغم أنه لازلنا في المغرب أو في بعض الدول نستعمله كمصطلح افتراضي ولكن المشريع أعطى اليوم للجماعات الترابية كين إمكانية التؤامة كين المشاركة في منتديات ديال الجماعات المحلي الترابية على المستوى الدولي وكين تعاون لا مركزي أو تعاون الدولي الذي بإمكاني كذلك الجماعات الترابية أن تساهم من خلاله على المستوى الوطني يفترض في كل حزب إن الحزب من مهامه الوصول إلى السلطة يفترض أن يعد نخبه لكي يتحملوا هذه المسئوليات واليوم عندما نتحدث عن الوزارات جميع الوزارات معنيون بالسياسة الخارجية هناك اتفاقيات هناك تحركات خارجية إلى غير ذلك إذن أنا عندما أرجع إلى الإحساب الوطنية أجد على أن هناك هيمنة التركيز على الشأن الداخلي تكوينات في مجال المقاربة التشاركية على مستوى التدبيد المالي في حين هناك تغييب للجانب الدبلوماسي أو الجانب المرتبط بالسياسة الخارجية علماً بأنه اليوم العالم تشابك ولم يعد هناك فاصل أو الفاصل أصبح جد ضيق ما بين ما هو داخلي وما هو خارجي على مستوى جلب الاستثمارات على مستوى التعاون الدولي على مستوى تنصيق المواقف إلى غدالي وبالتالي في الحاجة إلى أن تنخلط الأحزاب الوطنية في هذه الدينامية أعتقد بأن المشكل ليس مشكل قانوني ليس مشكل مرتبط ومشكل عقلية ومشكل عدم انخراط الأحزاب السياسية في هذه الدينامية مع العلم كما هذا مسألة حتى نوضحها للمشاهدين الكرام أن الدبلوماسية الموازية لا تسائل الأحزاب فقط تسائل الجماعة الترابية كما قال الأستاذ النخاب تسائل الجامعات تسائل المجتمع المدني وبالعودة إلى القضية الوطنية لا ننسى بأن المشاكل التي تواجه القضية الوطنية لا تأتي فقط من الدول أكثر هذه المشاكل تأتي من الجماعات أو المنظمات أو المجتمع المدني من بعض البرلمانات من بعض الأحزاب من تحركة بعض المراكز العلمية إذن لا يمكن للدولة أن ترد على هذه التحركات في الحاجة إلى هذه القنوات التي يفترض أن تعي أو تملك لغة الأطراف الأخرى هناك سؤال كبير أستاذ عبوشي هل بالضرورة مواقف الأحزاب السياسية يجب أن تكون رجع صادة للمواقف الرسمية فيما يخص الدبلوما الجانب الدبلوماسي؟ لا يمكن أن تكون مناقضة للسياسة الرسمية على المستوى المبادرة أقصد لأنها أدوى المشكلة في المرحلة المرحيل كانت نسبة من المبادرات الآن رغم أن دستورة الأشارة الأستاذي دستورة 2011 في 1.10 أول مرة دستورة يتكلم عن المعارضة البرلمانية وتعطيها مجموعة من الحقوق ومبين هذه الحقوق المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية من أجل خدمة القضايا العادلة القضايا الوطنية العادلة هي نص واضح نص واضح في الدستور واش تم تفعيل هذا النص هذا؟ وتم تأسيس مجموعة من الهيئات البين حزبية للدفاع للقضايا الوطنية؟ هذا هو السؤال الكبير أحيانا المشكلة لدينا ليس مشكلة القانون لإطارات القانونية موجودة والقانون أحيانا في المغرب يسبق الواقع ويقول ما يجب أن يكون لما هو كائن القانون متقدم مشكلة النخاب مشكلة النخاب مشكلة التقافة سياسية سائدة ومشكلة الانتظارية كبيرة لدى هذه النخاب ولدى على الأقل مجموعة من هذه النخاب حتى لنعمم ويكونوا كلامنا التعميم مش صحيح علميا وبتالي فهناك هذه المشكلة على المستوى مشكلة بنية مشكلة بنية مرتبط بالانتظار يفتقى بالرجوع للسؤال الذي طرحت أموه يعني لا شيء يمنع الأحزاب كما يحدد الدستور ذلك هي تتقوم بالتمثيلية والتأطير والتوجيه والتربية المواطنين والمشاركة في ممارسة السلطة لا شيء يمنعها وهي تأخذ أموال عمومية من الدولة الدولة تساعدها باش توقف على رجلها وباش تتشتغل وبتالي شيء يمنعها من أن تأخذها مبادرات وخصوصا لأن خصوصا الآن الضرفية سياسية جيد ملائمة الدبلوماسية الموازية هناك قارة دي المجلس الأمن الأخير اللي فيه إيجابية كثيرة بالنسبة للمغرب هناك الآن وأحزاب دينا تجمعات وشرحات الناس ومدوات وفصرة الهوم واتفاق الصيد البحري الآن عشرة دوجنبير للجنة غادية في التجاه دي الموسادقة على اتفاق البحري هناك تصدع الآن في الجبهة المعادية للمغرب هناك مجمعة من الشهرات الجابية التعبيئة خاصة نفهموا الناس وخاصة نفهموا الناس وخاصة نشرحوا للناس الآلية دي الترفوع شنو الفرق بين الترفوع الرقمي الآن صبح العالم الرقمي متطور وابتلي تكوين الشباب دي الأحزاب دينا من أجل القدرة على الترفوع الرقمي والقدرة على الترفوع المنباري والقدرة على الترفوع الفني والرفع من القدرات دي الشباب دينا يعني أن المشكلة المتروح بالأساس مشكلة المتروح بالأساس ومشكل دي الدور دي البنيات الوسيطة لدينا مشكل حقيقي في بلدنا دي البنيات الوسيطة يعني ما أتكلم عن البنيات الوسيطة أتكلم عن الأحزاب أتكلم عن النقابات يعني أن المجتمع الدولة والمجتمع وهذا هو اللي خلق هذا النوع من المشاكل وابتلي الاشتغال يجب أن يتم يعني الأستاذ قبيل يتكلم على الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يشتغل بعدها على الإنسان على المواريد البشرية يكون بنادم ومن بعد جاءت موجة هذه الحقوق ومن بعد دخلنا البناء الدولة ومن بعد دخلنا البناء الديمقراطي ومن بعد فتنا الدولة ولينا تكلمنا على الاتحاد الأوروبي شكل من الأشكال ديال الدول لأنه عندها دستور عندها برلمان عندها شكل من الأشكال الحكومية يعني هنا وصلنا لواحد درجة متطورة في البناء ديال هذا الاتحاد ولكن قبل ذلك كون هذا الإنسان لأن المؤسسات الإنسان يتجيرها مشيثة ديال طيب من الملاحظات التي يرصدها عدد من المتابعين في سياق ما نتحدث عنه الآن هو يعني هذه الملاحظات حول نشاطة ديبلوماسية الحزبية البرلمانية ونشاطة ديبلوماسية الموازية بشكل عام هو عدم التوازن الجغرافي على مستوى استهداف القارات يعني الآن هناك تركيز كبير فقط على المنطقة الأوروبية على الاتحاد الأوروبي علما أن التوجه المغربي الآن الرسمي مثلا هو توجه أمة نحو القارة الإفريقية مثلا لماذا هذا التركيز من طرف الديبلوماسية الموازية على مناطق بعينها التعاطي مع الديبلوماسية البرلمانية والحزبية بصورة بناءة وبصورة تستحضر المصالح المغرب في بعدها المتغير وفي بعدها الاستراتيجي تقتضي تجاوز النظر إلى الديبلوماسية أو إلى الديبلوماسية أو إخراجها من طابعها السياحي إلى طابعها على مستوى المردود أي في الحاجة إلى الالتفات كذلك إلى مناطق المغرب بدأ يعطيها لأنه في السنوات الأخيرة بدأ أن هناك تحول على مستوى السياسة الخارجية للمغرب هناك انفتاح على قوى دولية جديدة كالصين، كالهند، كروسيا هناك كذلك تركيز على العلاقة في إطار جنوب جنوب انفتاح على البلدان الإفريقية على سبيل المثال وهذا الانفتاح يفترض أن يواكب لأن الفاعل الرئيسي المؤسسة الملكية قامت بمجموعة من الزيارات لبلدان إفريقية عدد كبير وهذه طبعا هذه الزيارات كانت يعني مرفوقة باتفاقيات حيوية على المستوى الاقتصادي على مستوى التجاري وبالتالي الفاعل الاقتصادي والفاعل السياسي عليه كذلك أن يتحرك عليه أن يفاعل عليه أن يعطي زخما لهذه التوجهات وهنا يمكنني أن أتحدث عن دور الأحزاب السياسية التي يفترض مثلا على المستوى المحلي أعتقد بأن اتفاقية التعاون والشراكات ينبغي أن تكون مكتفة تجاه إفريقيا على مستوى كذلك تعزيز العلاقات على مستوى البرلمان كذلك تجاه إفريقيا وخصوصا وأن اليوم نحن أمام قارة لها مستقبل واعد أمام قارة استطاعت أن تطوية تلك الصفحة التي كانت تربطها أو تلك الصورة النمطية التي كانت تربطها في الماضي بالمجاعات وبالانقلابات وبالكوارث والحروب اليوم إفريقيا تحقق نسب نموها إلى إفريقيا اليوم فيها نخاب سياسية واعدة تجارب ديمقراطية وليدة واعدة وهذه طبعا كلها عناصر أعتقد أنها تسائل الأحزاب السياسية لكن دعني أقول على أن هذا الرهان لا يمكن أن يتحقق بصورة مطلوبة رغم الهامش الدستوري والقانوني المتاه بالحاجة إلى التكوين المستمر الأحزاب السياسية عليها أن تستحضر هذا البعد الدبلوماسي تحدث تقول على منطق سياحي العقلية أنني سألت سياحة يعني الأحزاب هذا شيء نشوفه لتصدي من أجل تصدي والترافع والتصدي لمناورة الخصوم في المنتديات وفي المؤسسات سوى الأوروبية أو الدولية يعني بصالح المغرب لا توجد في أوروبا طريقة الانتداب حتى طريقة الانتداب من طرف بعض الأحزاب لما كان تدبو الشخص ليتملك ألية الترافع والتكوين ولكن كان صفته لأنه مولانوبا كان صفته فلان لأن فلان نره هو اللي يمشى واش بهذه الطريقة غد نطرفه الفكرة التي أشرت إليها في البداية وأنه في الحاجة إلى النظر إلى الدبلوماسية الموازية بشكل عام ليس من كثرة التحركات من ناحية المردودية وعندما نستحضر الجانب المتعلق للمردودية نستحضر الكفاءة نستحضر التكوين والتكوين المستمر لأن الدبلوماسية متطورة والذي يرافع عليه أن تكون لديه معلومة بصدد ماما ما سيرافع وما هي المعلومات التي يعني عليه أن يستحضر مرافعات الخصوم وكيف يتحرق الخصوم والأماغ على المستوى الاقتصادي كيف اللغة الاقتصادي اليوم نتحدث عن ما يسمى بالتسويق التسويق لجلب الاستثمار لجلب السياحة كما قلت لأنه الدبلوماسية اليوم لم تعد فقط مرتبطة بدفاع عن قضايا تقليدية نتكلم عن القضية الوطنية هي جزء من قضايا مسعددة تتعزيز العلاقات الاقتصادية اليوم مثلا مع إفريقيا هي مدخل لجعلي لكسب رهان قضية الخطرابية ثم دعني أختم فقط بنقطتين وهي كذلك الأحزاب السياسية عليها أن تسعى وأن تقوم بإجراءات يعني واضحة على مستوى تجدد النخب لأن تجدد النخب هو الذي سيعطي زخما لهذه الأحزاب وسيعطينا نخبا حقيقيا قادرة على كسب هذا الرهان الجانب الآخر وهو مرتبط بتوظيف ما يسمى بالدبلوماسية الرقمية التي لما نتحدث علىها الدبلوماسية الرقمية لا سواء من قبل الأحزاب أو الجماعات الترابية أو الجامعات أو غيرها أو المجتمع المدني اليوم الدبلوماسية الرقمية أصبحت مطروحة بشكل ملح خصوصا بالنظر للإمكانيات المذهلة قد نتسأل كيف لأحزاب لا تملك حتى موقع ألكتروني محين بالطريقة أن تتحدث هي دعوة طبعا طيب أستاذ تحدثتك بيلا على الجانب المالي الميزانية الفرصودة هل أحزابنا حتى نحملها كل الأوزار هل أحزابنا تتوفر على ما يكفي من الموارد البشرية والمادية من أجل القيام بأدوار الدبلوماسية المواصلة نعم قبل أن تسأل سمحتي سيوسف تفاعل مع الأستاذ فيما يتعلق بهذه الجوانب التي أشار إليها يعني أنا نحاول ندرس ما هو موجود في المجال التداولي تلاحظوا مثلا غياب مثلا وثائق لتتبين للشباب الأحزاب أين سيترفعون ما هي المجالات كنوح المبادرة حكومية مؤخرا من الصارق مياه بوابة من أجل ترافع لدي المجتمع موجهة بالدرجة الأولى المجتمع المدني لكننا نعتبرون بأن الجمعيات ومشية أعزاب سياسية والشباب كذلك يعني أين سنترفع يعني ما هي المجالات التي يجب أن نترفع فيها مواقع مجلس أوروبا الأمم المتحدة الجنة الرابعة مجلس حقوق الإنسان الأماكن دلتا ثم كيف نترفع الأليات ونتكلم عن الجانب الرقمي والترافعي ثم الجانب الأخر المرتبط بالمضامين يعني هناك مضامين يجب استحضارها في ترافعنا مثلا يخرج الملف القضية الوطنية من اللجنة الرابعة هذا مهم الجانب الحقوق يفتين دوف الجانب المرصبية بتتسويق الحكم الداتي وبالترويج الحكم الداتي يعني مجموعة من القضايا التي يجب أن ترفعها فيها الجانب المرصبية بالإمكانيات باختصار مفترض يعني فيما يتعلق بعد الإمكانيات إذا التقطي واحد إيشارة رفع خطاب جلالة الملك مؤخرا حول رفع الدعم للأحزاب سياسية وربطه بما دي صاحب جلالة ربطه بشيئين ربطه بالشباب كذلك وربطه بتكوين نخاب جديدة داخل الأحزاب السياسية يعني تداول النخاب لأنه كان هذا المشكلة تداول النخاب للأحزاب السياسية وهذا رفع الدعم من شأنه أنه يمكن هذا الأحزاب سياسي دي تمكين للشباب الموجود داخل من أجل رفع قدراتها على المستوى ضبط الملف على المستوى القانوني الدولي ضبطوا على المستوى الإنساني على المستوى الحقوقي على المستوى التنموي وبتالي المراهنة نعرف بأن الأحزاب تتنضم لقاءات على المستوى المحلي في المؤتمرات التي تتنضم بمليارات يعني في المؤتمرات الأرقام التي تسربة 950 مليون سنتيم في بعض المؤتمرات دون الإشارة إلى أي حزب سياسي بهاجس انتخابي وليس بهاجس داخلي هذا مشروع لأنه لا يمكن أن نمو الأحزاب أساسية بالبناء الديمقراطي ولكن الرفع من الإمكانيات المالية للأحزاب السياسية تفترض يكون في المقابل أن هذه الأحزاب تكون عندها برامج نتمنى أن يكون على شكل تعاقد الوزارات الداخلية جزء من الميزانية المرصودة تخصص ترافع حول القضايا الوطنية للرفع من القدرات الترافعية للشباب المغربي الحديث له شجون أكيد ولكن وقت البرنامج انتهى شكرا جزيلا ضيفية الكريمين أسد الحسين عبوشيل أسد إدريس لغريني بهذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي حديث الساحل أضرب لكم موعدا في مقبل الأسابيع وحلقة أخرى ومواضي أخرى للنقاش إلى ذلكم الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة